الحكومة وفي عامها الأول تواجه احتجاجات وانتقادات شديدة السلام عليكم في أونا بأهم أخبار الأسبوع وفي عنويننا أيضا صفعة جديدة للحكومة النمساوية من المحكمة الدستورية الداخلية ستضيق على اللاجئين القادمين للنمسا والموجودين فيها النمسا تستقبل دكتاتورا جديدا ضمن سياستها المبهمة النمسا تدعو أوروبا لمزيد من الاستثمار في أفريقيا تصديا للصين إلى التفاصيل تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة النمساوية بينا استبت من الخامس عشر ديسمبر احتجاجا على سياسات الاعتلاف اليمني المتطرف الحاكم المناهد للمسلمين والمهاجرين وقراراته التي تحد من حقوق العاملين وقدر المنظمون المتظاهرين بنحو خمسين ألفا وكانوا يحملون بأيديهم لافتات منهضة للحكومة وكتب على اللافتات عبارات من قبيل هذه الحكومة عار على البلاد ولا للحكومة اليمينية المتطرفة ولا للنازين ولم تكن معارضة سياسات الهجرة مقتصرة على اليسار بل واجه المستشار النمساوي سبستيان كورتس بشكل متزايد انتقاضات من داخل معسكره الحاكم ويتمتع الاعتلاف بتأييد واسع تبلغ نسبته 57% من إجمال عدد الناخبي وانتقدت منظمات حقوقية خطط الحكومة لتقليص الحد الأدنى للدخل والتخفيضات المزمعة للعائلات وربطها بمدى معرفة الشخص للغة الألمانية وفي مؤتمر صحفي قال الأمين العام لمنظمة كورتس أن خطط الحكومة تعرض أمن المجتمع للخطر والعديد من الناس سيتأثرون بذلك فالحد الأدنى من الدخل هو ليس ميز التأمين وإنما رعاية أولية وانتقد مشاريع الحكومة حول تعلم اللغة الألمانية حيث أن عدد الدورات قليل جداً وهناك الكثير لم تتح لهم الفرصة للتعلم كما أن استبدال النقود بمكافآت عينية يعتبر إشكالاً فلن يتمكن أحد من شراء الطعام لأطفاله أو تدفئة شقته حسب وصفه أعلنت المحكمة الدستورية النمساوية عدم قانونية برنامج إسقاط الجنسية الذي قدمه اليمين المتطرف الحاكم ويستهدف آلاف المجنسين من أصول تركيا في قرار شكل هزيمة للحكومة وباستثناء حالات خاصة لا يسمح القانون النمساوي بازدواج الجنسية وكل مواطن أجنبي يحصل على الجنسية النمساوية عليه التخلي نهائياً عن جنسيته الأصلية لكن هذا الإجراء وضع الكثير من النمساويين من أصول تركيا أمام وجوب إثبات إنهم لم يطلبوا مجدداً الجنسية التركية بعض حصولهم على جواز السفر النمساوي كما نفت المحكمة صحة القائمة المقدمة من الحزب الحاكم معتبرة أنه لا قيمة قانونية لها قال وزير الداخلية النمساوي هيربيرت كيكل أن الحكومة تنظر في إلغاء منحق اللجوء لمن سيدخل الأراضي النمساوية بواسطة عصابات تهريب البشر من جانبه علق كورتز على هذا الموضوع بالقول لاحظنا أنه ليس أفقر الناس الذين يفرون ويلجؤون إلى أوروبا بل أولئك الذين يستطيعون تحمل التكاليف المالية الباهضة التي يطلبها المتاجرون بالبشر وفي موضوع متصل فبعد نزاع الحكومة حول قضية فرض حذر تجوال على طالبي اللجوء يعمل وزير الداخلية هيربيرت كيكل على تطبيق النظام على نطاق وطني واسع يلزم طالبي اللجوء بالحضور والتواجد في أماكن السكن وذلك من الساعة السادسة صباحا حتى العاشرة مساء وحسب كيكل سيكون القانون مبنيا على أحكام دستورية وقانونية تسمى قواعد المنزل وبموجبها تلزم طالبي اللجوء التواجد في السكن أعرب مستشار النمسا سبستيان كورتس على حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات مع مصر وتعزيز التعاون والتنصيق بين البلدين على جميع المستويات ولا سيما في ضوء دور مصر المحوري كراكزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا كما أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لتعمق علاقتها مع النمسا وتعزيزها لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات النمساوية في مصر هذا وأثناء المؤتمر الصحفي والذي تأخر لأكثر من ثلاثين دقيقة قال السيسي أثناء كلمته أن مصر تستقبل قرابة خمس ملايين لاجئ على أراضيها هذا ما كذبه المستشار كورتس بأن عدد اللاجئين في مصر لا يتجاوز مئة وثمانين الف لاجئ حسب أحصاءات الأمم المتحدة وقد انتقد ميخايل بروبوستيك من الحركة الشيوعية النمساو وعملها بازدواجية المعايير واستقبالها للديكتاتور السيسي حسب وصفه وقد تظاهر العشرات ضد زيارة السيسي للنمساو ضمن إجراءات أمنية مشددة طالب المستشار النمساوي سيبستيان كورتس في مستهل المنتدى الأوروبي الإفريقي في فييننا بزيادة الاستثمارات الأوروبية في إفريقيا على نحو واضح وقال كورتس قبيل المشاورات من نحو عشرين من السياسيين الأفارقة والأوروبيين البارزين والعديد من رجال الأعمال لا ينبغي لنا ترك القارة الأفريقية للصينيين وذكر كورتس أن الاتحاد الأوروبي يقدم أغلب المساعدات التنموية على مستوى العالم لكن بإمكانه أيضا زيادة استثماراته في هذا المجال بصورة واضحة وأشار كورتس إلى أنه وفقا لبيانات الأمم المتحدة فأن الصين تخطط الاتحاد الأوروبي حاليا كأهم شريك تجاري لأفريقيا هذه الخدمة الأخبارية تأتيكم من نؤونا لمزيد من التفاصيل زروا موقعنا على الانترنت infograd.com كذلك يمكنكم الاشتراك بخدمة الواتس أب لنكتمل بالمعرفة وتحمل التطبيق الخاص بنا على هواتف أندرويد من خلال الروابط الموجودة شكرا للمتابعة نلتقيكم في الأسبوع الثاني من العام القادم وكل عام وأنتم بكل خير إلى اللقاء